موقع أنا السلافي يقدم لكم هذه المادة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد أيها الأحبة لازلنا مع معين المحسنين نتتبع نتتبع الآيات والأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم للحث والحض على الإنفاق في سبيل الله عز وجل والإحسان من ذلك قوله تعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة يأمر الله عز وجل في هذه الآية عباده بالنفقة في سبيله وهي إخراج الأموال في الطرق الموصلة إلى الله وهي كل طرق الخير من صدق على مسكين أو قريب أو إنفاق على من تجب مؤنته وهكذا وأعظم ذلك وأول ما دخل في ذلك الإنفاق في الجهاد في سبيل الله فإن النفقة فيه جهاد بالمال وهو فرض كالجهاد بالبدن وفيها من المصالح العظيمة الإعانة على تقوية المسلمين وعلى توهية الشرك وأهله وعلى إقامة دين الله وإعزازه فالجهاد في سبيل الله لا يقوم إلا على ساق النفقة فالنفقة له فالنفقة له كالروح لا يمكن وجوده بدونها النفقة له يعني للجهاد كالروح لا يمكن وجوده بدونها وفي ترك الإنفاق في سبيل الله إبطال للجهاد وتسليط للأعداء وشدة تكالبهم فيكون قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة كالتعليل لذلك والإلقاء باليد إلى التهلكة يرجع إلى أمرين الإلقاء باليد إلى التهلكة يرجع إلى أمرين ترك ما أمر الله به العبد إذا كان تركه موجبا أو مقاربا لهلاك البدن أو الروح والثاني فعل ما هو سبب مؤصل إلى تلف النفس أو الروح فيدخل تحت ذلك أمور كثيرة ومنها ترك النفقة في سبيل الله وهذه الآية مما يسيء فهمها كثير من الناس ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وقد ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيرها عدة أحاديث تبين المقصودة بها منها ما كان في فتح القسطنطينية لما حمل رجل من المسلمين من المسلمين على صف العدو فخرقه فقال الناس ألقى بيده إلى التهلكة ألقى بيده إلى التهلكة فتصدى أبو أيوب للرد عليهم وقال فينا معشر الأنصار نزلت هذه الآية وذكر أنهم لما نصر الله عز وجل نبيه وانتشر الإسلام اجتمع الأنصار نجيا يعني بدون أن يعرف أحد وتذكروا فيما بينهم ما كان من نصرتهم لدين الله عز وجل وأنهم تركوا الأموال والأولاد والأهل بل وما كان من تجارات ونحو ذلك وتفرغوا لنصرة الدين فلما نصر الله عز وجل نبيه وانتشر الإسلام تذكروا فيما بينهم العودة إلى الأهل والأموال لإصلاحها والأولاد ونحو ذلك والقعود عن الجهاد في سبيل الله عز وجل وترك النفقة كل ذلك فأنزل الله عز وجل وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة فكان المكث في الأهل والأولاد والأموال لإصلاحها هو التهلكة التي نهاهم الله عز وجل عن الإلقاء باليد إليها إذن إذا ترك الإنسان ما وجب عليه أو فعل ما نهي عنه فهو يلقي بيده إلى التهلكة ولا حول ولا أقوة إلا بالله ومن ذلك ومن ذلك ترك النفقة في سبيل الله التي وجبت على الإنسان ترك النفقة في سبيل الله ومن ذلك ترك ما وجب عليه من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وهذا ربما يغفل عنه أكثر الناس ولا حول ولا أقوة إلا بالله وهذا إلقاء للنفس في التهلكة نسأل الله المكتب الحديث التي وردت قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له أرأيت إن أدى الرجل زكاة ماله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدى زكاة ماله فقد ذهب عنه شره من أدى زكاة ماله فقد ذهب عنه شره وفي رواية إذا أديت زكاة مالك فقد أذهبت عنك شره فقد أذهبت عنك شره وهذا يدل على أن إخراج الزكاة التي واجبت على الإنسان من أعظم أسباب السلامة من شر وضرر المال وأن المال شر على العبد إذا لم يخرج الزكاة فإذا أخرج الزكاة فقد ذهب عنه شر هذا المال إذا أديت زكاة مالك فقد أذهبت عنك شره فالذين يظنون أنهم حين تركوا إخراج الزكاة احتفظوا بهذا المال لينتفعوا به بل والله قد أضررتم بأنفسكم واحتفظتم بالشر وليس فيه خير طالما فيه حق الفقراء لابد من إخراج هذا المال هذا القدر الذي جعله الله عز وجل للفقراء وإلا كان شرا على العبد في الدنيا ويكون شرا عليه في الآخرة كما في قول الله عز وجل والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم ثم بيّنه سبحانه بقوله يوم يحمى عليها في نار جهنم أي على هذه الأموال سواء كانت ذهبا كانت فضة كانت الأموال العملات المعاصرة فتكوى بها جباههم والعياذ بالله هذه الصفائح الملتهبة التي أحمي عليها في نار جهنم تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم والعياذ بالله ثم يقال هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون وليتصور الإنسان هذا الكي وهذا التعذيب في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ولا حول ولا قوة إلا بالله فهل هذا خير بالنسبة للإنسان كلما زاد المال زاد الكي وزاد الألم وكان شرا وبالا على صاحبه والسبب أنه لم يؤدي ما وجب عليه من حق الله في هذا المال يقول حرمله رحمه الله كان الليث بن سعد يصل مالكا بمئة دينار في السنة الليث الفقيه المشهور وكان في عهد مالك ولكن خذ له أصحابه وتلاميذه ولم ينقل مذهبه ولم يتناقل ولم يخدم فكتب مالك إليه علي يدين فبعث إليه بخمسمائة دينار فسمعت ابن وهبي يقول كتب مالك إلى الليث إني أريد أن أدخل بنتي على زوجها فأحب أن تبعث لي بشيء من عصفر الذي يصبغ به الثياب ونحو ذلك فبعث إليه بثلاثين حملا عصفرا تخيلوا هذا الجود وهذا الكرم يريد قليل من العصفر يرسل له بثلاثين حمل فبع منها بخمسمائة دينار وبقي عنده فضله وقال قتيبة كان الليث يستغل عشرين ألف دينار في كل سنة يعني هذا قدر ماله الذي يحصل له ويحصله وقال ما وجبت علي زكاة قط ما وجبت عليه زكاة وذلك لأن هذا المال كله ينفق في سبيل الله لا يبقى معه فيحل عليه الحول وأعطى مالكا ألف دينار وأعطى الليث ابن لهيعة ألف دينار وأعطى منصور ابن عمار الواعظ ألف دينار وجارية تسوى ثلاثمائة دينار وجاءت إليهم را يعني إلى الليث وقالت يا أبا الحارث إن ابنا لي عليل واشتهى عسلا إن ابنا لي عليل واشتهى عسلا يبقى حتت بقى حبة عسل اللي هو قليل ماذا فعل قال يا غلام أعطها مرطا من عسل أعطها مرطا من عسل والمرط عشرون ومئة رطل مئة وعشرين رطل هذا يدلك على قدر جوده وكرمه قال عمر بن علي كانت غلت عبد الوهاب ابن عبد المجيد في كل سنة ما بين أربعين ألفا إلى خمسين ألفا فكان إذا أتى عليه السنة لم يبقى منها شيء كان ينفقها على أصحاب الحديث وقال الحميدي رحمه الله قدم الشافعي صنعاء فضربت له خيمة ومعه عشرة آلاف دينار فجاء قوم فسألوه فما قلعت الخيمة ومعه منها شيء وهذا يدلك أيضا على ما كان عليه وطبع عليه هذا الإمام من الكرم رحم الله أسلافنا وجمعنا بهم على خير وجعلنا من المحسنين اللهم أعيننا على ذكريك شكريك وحسن عبادتك أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على مصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين بال Single شكرا لكم اشتركوا في القناة